السلام عليكم ازايكو يا احلى متابعين في الدنيا معاكو عبير من قناة منوعات بجتة لاخبار الفن والفنانين والمشاهير واحدث الترندات على السوشيال ميديا واول خبر معانا النهاردة هو بكاء وانهيار انغام على المصرح ورسالة من اعلامية شهيرة بتقول لها فيها هي رسالة حب بتقول لها فيها انتي صوت مصر بلا منازع ملكة الاحساس والطرب في العالم العربي اتردد اسم الفنانة انغام كتير جدا على السوشيال ميديا وتصدر محركات البحث جوجل وده بسبب حفلها اللي اقيم ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة وفي مشهد مؤثر جدا خلال الحفلة بكت انغام بعد غناءها اغنية اكتبلك تعهد ومع تفاعل كبير من الجمهور الحاضر بس المرة دي مش المرة الاولى اللي بتبكي فيها انغام في الاغنية دي غنت اثناء وبعد الاغنية بتاعت اكتبلك تعهد وعن سر بكاء انغام اثناء الاغنية بتقول في قبلة بيقول انا كل اللي فاضلي صوت وهو ده فعلا اللي انا بحس اني عايش بيه هو صوتي وكملت انغام كما ان تفاعل الجمهور مع الاغنية دي بيخلي دموعي تنزل لوحدها شركة انغام جمهورها على حسابها الرسمي لتبادل الصور انستجرام صور حفل العالمين وعلقت من حفل المهرجان وقالت ده دي احدث صور مهرجان العالمين اجمل بقاع الارض وعلقت لها الاعلامية انجي علي قالت كنت رائعة وجميلة صوت مصر بلا منازع ربنا يحميكي كما علق الجمهور على الصور وقالولها ايوة يا فنانة مبدعة يا صوت مصر الخبر التاني بقى معنا وهو اقتراب يوم الايامة حرفيا مريم فارس طلت على المسرح في الرياض واخد عرض مسرحي بجد عرض غنائي راقص شهواني لدرجة ان البعض وصفها بانها الدراع اليمين للمسيح الدجال لانها عملت تجميع غريبة جدا من رأس وملابس وحركات استعرضية وموسيقى والناس قالت لها في التعليقات احنا ما قدرناش نشيل عينينا من على الحفلة وفضلنا مكملينها للنهاية وهنا نقطة ايه التنويم المغناطيسي مش التنويم المغناطيسي القديم بقى اللي هو ايه بيقعد يعمل حركات وكده لا الجديد بقى بيكون عن طريق موسيقى لها ترددات معينة بارقام معينة مع نوع ملابس برضو بتلمع بطريقة معينة مع حركات اللي هي تخلي الناس مش قادرة تشيل عينيها من على الفنان اللي بتغني او بتعمل الاستعراض دوت ووصفها احد الجمهور بان هي تنويم مغناطيسي للجمهور في احد الخبراء المهتمين بالشؤون الماسونية قال ان التلوي والرأس زي الافاعي هي اساليب مسونية بتهدف للسيطرة والتحكم على الجماهير اتطبقت النظرية دي في اوروبا وامريكا وابتدت تطبق حرفيا عندنا في حفلات الشرق الاوسط دي خطة ممنهجة للعروض الاستعراضية للتنويم المغناطيسي ابحثوا عنها وعن الاستعراضات الخاصة بالتنويم المغناطيسي هتلاقوها وتعرفوا ان الخبر ده صحيح الخبر التالت بقى وهو تحديات حمام السباحة وبطالته نانسي عجرم ونويل الزغبي نانسي عجرم كانت موجودة ومتصورة في البسين هي وبنتها طبعا اللي صور المقطع دوت صوره من الفيديو كليب بتاعها الجديد وطبعا لإثارة الجدل ما قالش ان المقطع دوت من الفيديو كليب عشان يعمل ضجة كبيرة اللي عملت زيها بقى بالضبط نويل الزغبي عملت زيها وبنتها صورتها وهي بتزققها في حمام السباح الخبر الرابع بقى معنا وهو العريس الخليجي او اللي عامل فيها خليجي الله اعلم الفرح ده كان في محافظة الشرقية وفيه لقطة العروسة بترقص والعريس بيرمي عليها فلوس والمعازين بقى كلهم بقى ايه وطوا وراحوا قاعدوا يلموا النقطة منظر سيء جدا جدا ومهين جدا بصراحة اصار غضب الروات بتاع السوشيل ميديا لما شافوا الفيديو دوت لانه عمل ضجة كبيرة قوي وفي حوار مع والد العروسة قال انا ما كنتش موافق على التصرف ده لان رمي الفلوس دي حرام بس المفاجأة بقى ان الراجل ده لطلع خليجي ولا طلع اي حاجة خالص ده راجل مصري ومعايا بطاقة رقم قومي بس ده عبارة عن شو غريب شوية بيتعمل زي كل اللقطات الجديدة اللي بتتعمل في الافراح اليومين دول يعني عروسة تلبس بدلت رأس وترقص بيها في قص المعزيم وعرسها طبعا الشاهم جدا بيبقى مبسوط بيها قوي واحدة تانية تبقى وقفة على العمود وبترقص الناس حرفيا اتجننت اتجننت عشان تطلع ترند على حساب اي حاجة على حساب الدين على حساب الكرامة على حساب الاحترام على حساب اي حاجة عايزين يطلعوا ترند لله الامر من قبل ومن بعد لو وصلت معايا في الفيديو الهنا يبقى اكيد عجبك الفيديو ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب القناة عشان توصلك فيديوهاتي من اخبار الفن والفنانين والمشاهير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة